رحلة جميلة جداً في اسأل مجرب رحلة جميلة لاني بقعد مع الفلاح واتكلم معاه واسمع منه اتعلمت كتير من خلال تواجد في الارض الزراعية كنت بروح من محافظة لمحافظة ومن قرية القرية عشان اقعد مع الناس الجميلة واسمع منهم واتكلم معاه كان فيه مشاكل كتير بيحبوا يوصلوها للمسؤولين لكن كان فيه مشكلة تهمني جداً ان انا لقيلها حل مشكلة ان ادفع نسبة الملوحة في المياه والطربة لان المشكلة دي كان بتزعع للفلاح وفي نفس الوقت كان بتقلل الانتاج كنت تروح عند الفلاح يقولك كان فيه اشجار هنا وقلعتها الزرعة بتاعتي نشفت الموضوع ما كانش سهل ولا بسيط لانه كان بيصرف كتير جداً عشان يحل المشكلة دي وفي الاخر تطلع عنده الانتاجية ضعيفة تكنولوجيا معالج المالمة ناصيصي شركة ديلتا وطر قدر يقدم الحل ده قدرنا نشوف ناس بتزرع فراولة بتزرع محاصيل مختلفة على نسبة مروحة مرتفعة كتير من المزارعين يقولوا لما كناش مصدقين في البداية لكن لما روحت معاهم وسألتهم وقاعت قالوا لنا نتيجة جميلة جداً احنا النهاردة قدرنا نبتنع ان العلم ليه دور كبير جداً في زيادة الانتاجية اسأل مجرب بعض مع المزارع بعض مع صاحب الارض نناقش قضايا كتير جداً الهدف منها زيادة الانتاج والحفاظ على الامن القول وفي ايدنا عملة ندرات زراع الصحراء ببرود ليه تسيب الميا ملحة والشجر يطرح صفا بتخلي الارض سوحة والصحار تزيد خضا الطبيعة محتاجة والقدارة وانتياج احنا بنتكلم على محصول نجح ابتدينا نشوفينه معاملات زراعية متقدمة جداً بنصدر الحمد لله في تطبيق لأدق التفاصيل عشان توصل بالمنتج للحجم ودرجة التلوين وللمزاق في مشاكل بتقابل المحصول ده ايوة في مشاكل وعلى رأسها ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة ده وقتها هوريكم نمازج قدرت انها تنجح تزود من انتاجها في البداية انا برحب بحضرتك الحمد لله تعرف بيك ريدا ناصر احنا فين حج ريدا دلوتي احنا هنا في منطجة السخنة طريق المفارج اه دي كلها تبع البحيرة ده تبع البحيرة السخنة طريق المفارج طريق المفارج الفراولة حج ناصر من المحاصيل اللي هي بقت لها تسويق مجزي الحمد لله يا ايما سوق محلي يا ايما سوق تصديلي وده معنا انتو بتشتغلوا صح يعني تقدر تطلع صمرة طعمها حلو اه مفاش متبقيات مبيدات شكلها حتى حلو الفراولة بتعملوا فيها ايه بتشتغلوا معها ازاي الاول خالص اهم حاجة نسبة الليه الملوحة في المياه وده اشتغلنا عليها في الاول ملوحة الارض كتت 1200 طعم فكنا هنزلوا بير فالبير ده تكلفته عالية جدا يعني فعملنا ايه الحج مصري قال لك ايه جماعة فجراننا هنا ركبوا الجهاز ده وناجح من السنة اللي فات طعم فاحنا ما كناش مجتنعين بيه فراكبنا الجهاز من ساد ما ركبنا الجهاز ده والزراعب الصلع النبي حاجة هاتف في حيالي جريانك مراكبين الجهاز باستنى الفاتر جاي بعملتيك. رحت بقى عبت معاهم تتكلم معاهم. اه. واحتلهم لقيتهم زرعين ايه? زرعين فراولة. برضو. كانوا زرعين فراولة اه. والملوحة عندهم كم جزء? الملوحة كانت عندهم الف وربعمية برضو. اي. اي. قالوا لك ايه? اول ما روحت. قالوا لي لا ما تنزلش بير لان البير تكليبته عالية وممكن ايه? ايه? يطلع مالح برضو. اي. فالمهم ما احنا عملنا ايه? بقى كناش مكتنعين برضو. الايه. مش تصدق. اه لما ركبنا الجهاز اقتنعنا بيها اقتنع تم يعانا. بعد قد ايه اي اللي حصل بقى? احنا ركبنا الجهاز ده في شهر ايه? في شهر تسعة. تمام. قبل الفراولة. تمام. زارعنا الفراولة. الفراولة المول قبل الجهاز. بيحصل نشفان فيها وتعبنا التعب جامع. اه? ركبنا الجهاز بصال على النبي يشتلى م Denn it was not up to the light or not. صور مية مية ولا رجعنا ولا اي حاجة. هنا نسبة الملوحة الف ومتين? الف ومتين. هنا الف ومتين جزء في المليون اول مرة تزراع فراولة اه هنا اول مرة نزراع فراولة اه انما خبرتك بقى في زراعة الفراولة عارف ان هي لها حد معين وبعد كده مش هتديك انتاج. اه صح. طب لما بتبقى فيه نسبة ملوحة كان فيه حلول قديمة بتعملوها. كان فيه معاملات اه منحط معالجات ملوحة كانت بتكلفيتها جامدة جدا. اه. يعني كل اسبوع كنا نحط دفعة ملوحة دفعة الملوحة دي اه بصحال كان الفدان مسلا ياخد له ايه بربعموية جنيه. ايه. دلوقتي محطناش ولا مرة. منسان مراكبنا الجهاز ولا مرة. ولا مرة في الموسم. ولا مرة. ولا مرة. ومتدينا البشر دي انت بتدي التجمع منها ما شاء الله. اه بنجمعها هي بقى لنا ايه عشرين يوم. هي الفراولة مراحل زراعتها ايه. يعني انا اول ما بتي ابتدي ازرع او افكر في زراعة فراولة. انت قلت لي اول حاجة فكرت فيها المياه. اه حاية نسبة الملوحة في المياه. تمام. اه. الف ومتين جزء في المليون لو سألت اي حد هيقولك لا ايه وعا تزرع فراولة. ايه وعا تزرع فراولة. هي بتتحمل لغات كم جزء. هي اخيرها ستمية. اخيرها ستمية. ستمية. يعني احنا بنتكلم النهاردة ان انا عندي البير بتاعي الف ومتين جزء في المليون. والحج بيقول لي اخيرها ستمية. وبالرغم من كده بتدي تخطط واشوف هحل المشكلة دي ازاي. اه. الشتلات بتشتريها منين? بتبتدي تزرع الفراولة ازاي بتعمل. الشتلات احنا بديعملها. احنا بديعملها. طول ما المياه حلوة برضو على الجهاز كده تطل عندنا شتلات مية مية. ما شاء الله. اه ما تتعبناش في اي حاجة. في ملوحة ما بتنفحش من اضطر نشتري بقى بتوبها تكلفة زايدة على ايه. على الفدان. شايف كده الفدان هيديك انتاج اعلى? اه باينة زراعة جدام حضرتك. ما شاء الله. يعني حتى مية لا تصلح لزراعة الفراولة. والف وميتين جزء في المليون. اه. واديتني فراولة. لا ومش انتاج عادي. بسم الله ما شاء الله. لا انتاج بالصلاة. ممكن يزيد بنسبة كم في المية مسلا. لا يزيد. هو. تعين مزارع. انا عارف انت مش هتوزن دلوقتي ما لا يتقدر. لا بال نسبة الملوحة هي اتبان في الاول. اه تفرج معك نص انتاج على طول. نص الانتاج. نص الانتاج. يعني بدل مسلا ما هاجيب طن هجيب اتنين طن. مسلا. اه هتجيب اتنين طن. مسلا. اه. انما المتوسط كام طن في الفدان. المتوسط دي بقى حسب الايه. المتوسط لو فراولة صح صح ممكن تجيب مسلا من عشرين لتناثين طن. ربنا يبارك يا الله. الله. وده يزيد مع جهاز معالج المياه المغناطس. اه بتفرق الفراولة عن فراولة في ايه. يعني انا ساعت ارو اه. ده ايه السبب بقى? ده النوع. النوع نفس. النوع والنسبة الملوحة في الطرج. النوع ونسبة الملوحة في الطرق. ونسبة الملوحة في الطرج. انت زارع نوع ايه ايه? انا نعي. وتنصشل ونوع الجديد اسمه اه. اه ان شاء الله الله يدلو نكحين بازن الله. نكحين باذن الله. وب mechanismsتبان من الاول معاك من اول موسب معاي اه. معدل التسميد فرق معك? فرق معاة. استماد نفس. اه اه فرق معاك. قللته ولا زودته ولا ع feǹلت اي بتقليلته الله. لايلي china في ملوحة مهما تسمد ومهما تعمل ما تتجيش نتيجة معها انا شايف ان ما شو الله المعدل النمو الخضري شكله حلو لا بس صلح الحاج لحباية وشغل اجلي تسميت ببين معاك في اللي ايه ما شاء الله بس انت بتديها عناصر على قد احتياجها على قد احتياجها اه انت بالنسبة للراي اللي عندك هنا كله ري تنقيت اه تنقيت اه كان بيحصل عندك مشاكل في شبكة الراي بسبب الملوحة قبل كده لا مكانش بيحصل بس هو ايه ملوحة مع حديد اللي تنقيت بتأثر ما ايه دلوقت ايه ما عادش فيها ايه ملوحة مع حديد اللي تنقيت بتسد الشبكة بتسد النجاطات على ايه كانت تسد النقاط دلوقتي انتهت المشكلة انتهت المشكلة عايزك النهاردة بعد ما قلتلي انا كنت قلقان ومتردد وروحت سألت الجران تقول للناس رأيك ايه في معالج المالمة اللي تسد شركة دلوقتي لا بصراحة مفيش بعد كده اه باين على الزراعة قدامنا انتاج عالي وراحة في جل التسميد وتوفير في كل حاجة توفير في مستلزمات الانتاج اه قللت كامية السماد مفيش مضادات املاح في نفس الوقت زودت الانتاج عندي وده يديني انتاجية اه زودت الانتاج عندي يديني سعر اقدر ان انا سوق واقدر ان انا حقق اهمش ربح عادل فده اه يعني يعتبر انجاز حقيقي لألف ومتين جزء في المليون مكانش ينفع في زراعة الفراولة لأنهاردة بقى ليه مرضود لأ مكانش تنفع خلص مكانش تنفع تزراعة تمشي معاك فهي اتلاجه اصفرك تموت معاك ما تطولش ان جامعت معاك بتيجمع معاك مثلا نص جامع وتيجي تلاجه النبات يمون بشكرك